تفاصيل أكثر عن الفيلم وقصته جاءت الفكرة من أننا نعمل فيلم ما بين مصر والصين عن طريق الحرير بالنسبة إلى فكرة الفيلم المشترك عن طريق الحرير بين مصر والصين فأنا أنتمي إلى إحدى المقاطعات التي تمثل نقطة مهمة على طريق الحرير البحري نجد في الشعب بمدينتنا وجوها مختلفة على الصينيين يشبهون العرب حتى في تفاصيل الأنف والوجه وعندما تعمقنا في أصول هذه الفئة من الشعب وجدنا أن لديهم أصولا عربية وفي التاريخ قدم الكثير من العرب إلى مدينتنا عبر التبادل التجاري وحدث تزاوب بين العرب والصينيين من تلك المدينة بشكل عام المستشار الثقافي للسفارة المصرية بالصين الدكتورة أميمة زارت المجموعة وبعد النقاش بدأت فكرة إنتاج فيلم مشترك حتى نصور الثقافة ونبحث عن بقايا الأثار التي تركها العرب ومصر في الصين وخصوصا مصر فقد اكتشفنا في القدم العديد من المصريين تزوجوا من مدينتنا وكان هناك تبادل ثقافي واقتصادي وتجاري بين الطرفين